موسيقى نستغفر الله العظيم من كل تلمعظيم بيننا وبين الله وبين عباد الله نستغفر الله لكل ما يعلم الله وضعنا وباطنا طولا وفعلا إنسا ومعنا لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولذلياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواب من تقتل منهم ومن مضر ومن هو أد من يومنا هذا إلى يوم الميقات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير فعدة والإجتفادة والحثة على التنسك بكتاب الله والدعاء للهدى والتدارة على الخير اتضاء مرضات الله وقره وسلواره سبحانه وتعالى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم mudah-mudahan إن شاء الله كما كما نتحدث عنhistoire و mounts ترجمة نانسي قنقل يقول الله في كتابه وصلى الله وسلم وبارك على إمام الربانيين صلوات السلام أتى كذوة بارا رباني سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تفقدته ليلة من الليالي أمر المؤمنين السيدة عائشة فوجدته قائما يصلي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائما يقول الله في هذا الوقت من الليل وقد غفر الله لك ما تقدم من دنبك وما تأخذ فأجابها بجواب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يحمل منهج في السيدة عائشة وأن يكون هناك منهج في سيدة عائشة وأنه يجب أن يتخذه اليوم المسلمون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأداء إنه وانوان وانوان سادو محبا برسما الله سبحانه وتعالى هو يبدأ في ضمن الإنسان بالله محبا إنه برملاهنه لنزكا يقبئ من الله أنتظر الآن كدور الكرام مسلمين ومسلمان ماذا تظنون بربكم لماذا أحضركم في هذه المجلسة؟ لماذا سات قلوبنا إلى هذا المجلس؟ يُعرِّفُنا إليه هو سبحانه في القرآن قال يحبهم ويحفهم من جب أبريك في الإمارة هو سبحانه في قرآن يقول وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا لِلَّهُ انه سُبْحَانَهُ فِيَلْفُرْمَانِّ لِدالاًبَ الْقُرْآنَ نَوَرَنِيًا نَوَدَى الْقُبَikeَ سَجَالَ إِلَا عُّارِيْهِ اَلْيَا اْجَاءَ إِلَا عُّارِيْهِ مَنَنُّيُكُ بُؤْحَدَاءُ كِجِمْتَا أَحِبْ لَكُمَّا سَلْفِهِ أَلَيْسَا كُنْتُعُبْ يُحِبْ أَنُوحَدَثَ عَبِيلُ أَكَانَ رَيَسَى صَأُودًا يُحِبْ يُحَدَثَ يُحَدَيْهِ يُحِبْ أَدْيَا عُّارِيْهِ تارتاً بالواتس أب تارتاً بالفيسبوك وأخرى في تويتر يتظر الوقت ليرى يخترع المواضيع اختراع لا يوجد حاجة ضرورية لكن حديث محب مع الكبيب عثم لكن يتظر الوقت ليرى هناك أشخاص يحبون أن يسمع كلام المحبوب هناك أشخاص يترسل الوقت ليرى صلاة التي يصليها في وجه من الوجه يتخلق مع الله في وجه من الوجه أن تسمع كلام الله وأحيانا في نفس الصلاة الواحدة تسمعه وتكلمه لأننا في صلاة الوقت ليرى وأننا في صلاة الواحدة 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 لا تحضر مع الله أن تخاف تتخفيه وأننا في صلاة الواحدة وأننا في صلاة الواحدة ينسى الصوم في شريعة الإسلام هو عنوان على ترك الأكل والشراب والشهوة لأجل حب الله كان لي صديق أيام الجامعة يزوره ويزورني في اليوم قد نلتقي ثلاث أو أربع مرة لما قرأنا في السيرة وجدنا أن رسول الله كان يزور سيدنا أبو بكر الصديق في بعض الأيام أربع مرة لذلك لا تتعجب لمحب في كل سنة يخرج يزور بيت الله ومن الحب يزور الله في بيتك في الحب ينظر إلى الشعاء ومن الحب ينظر إلى الشعاء أصلاف حركان الحج كلها في الصحب سيدنا إبراهيم الخليل أن الله قصة حب بين خليل الرحمن والله سيدنا إبراهيم لماذا بن الكعبة ولماذا مشت زوجته بين الصفا والمروة ولماذا نذبح نرمي في منا وهذه أيام الحج هذه أيام ذو قعد شهر من أشكر الحج شهر حرام يوثق قصة حب بين سيدنا إبراهيم وزوجته وابنه إسماعيل عائلة كلها أحبت الله وأحبها الله انظر لما أحب الله إبراهيم وعائلة جعل آثارا إلى قيام الساعة جعل آثار سيدنا إبراهيم قرب البيت في قبة سجاجين لأنه يفرض على مملكته حب من يحب لأن الله سبحانه وتعالى مواجبك أن أتا سدورها أحبها أحبها كمدين الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم وحايا إبراهيم سسروني أكو تلقى إسي قولان مقبال دعلكم تلقى إني وحايا إبراهيم سيدنا إبراهيم في السماع كيف ستنظر الملائكة الله أحب فلانا فأحبه وينادى في البحر وينادى في البر هذا محبوب الله كيف ستنظر الملائكة إليك إذا أصبحت محبوباً لك عندنا في بعض الآثار أن معلم الناس الخير يستغفر له الحوت بالبحر والنمل في الجحر والملك في السماء فكيف إذا أصبحنا محبوبين لله يأتي ملك الموت ليكبض روح الواحد منه ويعلم أن هذا عبد محبوب كيف يكبض روح المحبوب كيف يكون وصل ملائكة وهي تقيد أخطاءه كيف أفنا كاذا من إذا الأخطاء الله ممكن إلى أي مشاعر السماء بال Planet سمبر درجة باللغ ملائكة الله أكرا كلا من الناس سم معلم يجعلنا مذكورين عند نبينا بكل خير محبوبين في كل حال اسأل الله في كل يوم أن تكونوا محبوبين كل يوم كل يوم يجعلني محبوبا لديك يجعلنا محبوبين في كل يوم أن تكونوا محبوبين يجعلنا محبوبين في كل يوم يجعلنا محبوبين في كل يوم يجعلنا محبوبين في كل يوم تصبح الملائكة تمشي من حولك يصبح عندك أمان دائم أينما تجلس سحل السكينة أينما تدخل تصبح الناس أرقة الفؤاد تصبح الإنسان روحاني تصبح الإنسان إيمان تصبح عبد رباني رباني هي صفات رباني تكلم العلماء عن أوصاف أصحابها والطريق إلى تحصيلها ومن أعظم من ألف في هذا الباب أنشق القصائد الإمام عبد الله بن علوي الحداد الذي كان في حبر موت اليمن وعندما ذهب يزور أستاذ من أساتذته اسمه الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس لما خرج من عنده سأل الإمام الحداد كيف وجدت الإمام عمر العطاس قال وجدته قلب ورب لا هوى ولا نفس وليأت سأل الإمام عبد الرحمن العطاس وليأت سأل الإمام العطاس ماذا يرحب الإمام الحداد قال تريم تربي لأنها تلقع بعش الأولياء تتفيها نظام إيماني السؤال في هذا العصر الغثائي وزمن طفان العولمة وسهولة المعلومات وسهولة الاتصالات وسرعة المواصلات كيف يمكن أن تكون بيوتنا بيئة تربية كيف يمكن أن تكون مؤسسات لا مواقع تربية كيف لنا أن نخرج من هذه المجامع ربانيين وربانية هذه المسألة تقد تكون هي الآن فرض الوقت لأن الله سبحانه وتعالى يريد كل واحد مننا أن يكون على أعلى درجة في الترب من الله لذلك لابد أن نسأل أنفسنا في هذه الليلة كيف لنا أن نحي ربانية في أنفسنا كيف لنا أن نحي هذه الصفات في منازلنا المدخل الأول إلى هذا هو قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم أن يكون عندنا يوميا نصيف من ذكر الله لأننا إذا ذكرناه ذكرناه وإذا سألناه أعطاه وإذا طلبناه أغاثنا وإذا مرضت فهو يشفين وهو الذي يغفر الخطايا وهو الذي بيده كل أمر أعدانا من كل شيء لا بد أن نذكره والأذكار كثيرة والأذكار متدوعة وإذا بهم المنافقون يذكرون الله برسل القرآن لكن لا يذكر الله إلا قليلا لكنهم لا يذكر الله إلا قليلا المحيب المؤمن يذكر الله كثيرة لذلك قال بعض العلماء لذلك قال بعض العلماء في العرب لذلك قالوا يوميا الأقل شيء تذكر من كل ذكر سبعين مرة بعض العلماء اكترح أن الانسان يعمل من كل ذكر في حياته مرة واحدة سبعين ألف في مدى في مدى أستغفر الله العظيم في الحديث من لزم الاستغفار شعر الله من كل هم من فرجه يخرج الضيق من صدره يخرج الاكتئاب من صدره يخرج الخوف من صدره ويجعل له من كل ذكر مخرجا ويرزقه من حيث لا يحفر أبو هريرا لما سمع هذا الحديث أبو هريرا أبو يدير يدرى الحديث قال مقدار الذكر في الخطأ 12 ألف فأريد أن أهدي نفسي عند الله يوميا فأريد أن أهدي نفسي يوميا فأريد أن أهدي نفسي يوميا شيخنا الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري يقول من داوم ليليا في وقت السحر على عشر آلاف أستغفر الله العظيم لمدة سنة كاملة ما يريد من الله يحصل في سنة لا يوجد أي شيخ من الله لإعطاء الله برikan كبادة سواج أولاد أولاد أخرة قال الله في كتابه فأقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يُصِل السماء عليكم مدرارا ويُمددكم بأموال ليس مال واحد ليس راتب واحد ليس دخل واحد بقرآن بأموال كيف هذا تدبير الله ليس تدبيرك كيف هذا أمر الله ليس أمرك وقد رأيت عند الناس عجب في هذا وبنين بأموال وبنين هذا سنة كفر بني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار تدبير الله سبحانه وتعالى بيك كبادة كمتمت متمت إذن إن ومرة في العمر تأتي سبعين ألف أستغفر الله العظيم الإمام علي الخواص شيخ الإمام الشعراني قال من استغفر ألف مرة في الصباح وألف مرة في المساء أمير من البلاء لذلك البلاء إذا نزل لا يصيب الزاكر لا يصيب المستغفر هذا مثلا ورد الإستغفر الصلاة على سيدنا رسول الله يحدي منها الإنسان في عمره سبعين ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أدام هذا ذكر لا يوجد عنده هموم لا يوجد عنده هموم سعادة دائمة صفاء مستمر هو اليكين بالله فجاءة هناك أذكار كثيرة تعرفون كثير منها في السنة لو أخذنا فترات في حياة الإنسان لكن لو كنا نرى كأداء من المساء دائمة فترات أربعين يوم بعض العلماء يقول أنت في تخليقات في الجنة كم تجلس في باقل أمك المتواصل تسع أشهر قالوا هذه عبارة عن سبع أربعينيات أربعين مطفى أربعين علقة أربعين مضغة أربعين عظام أربعين في سبع مراحل يلشئك الله في هذه الصورة الخلقية طب إذا أردت أن تقوي ذاتك وتنشع وتصيغ صورتك المعنوية الباطنية الخلقية اقترح بعض العلماء أن تعمل سبع خلوات كل خلوة تريدون أن أقترح لكم أذكار كل أربعين يوم نعملها على سبعة نعطيهم الآن سبع أذكار كل أربعين يوم خلوة يعني نحن لا بدون تخلوة يختبع الناس لكن يأتي بهذا الذكر أول أربعين يوم تستغفر الله فيها سبعين ألف مرة تقسم السبعين ألف على أربعين يعني ممعدل كم يوميا يعني تقريبا بمعدل ألف سبعمائة وخمسين هذا يوميا في أربعين يوم ونصلي الصلاوات كلها حاضر ومن عدرها الله بعذر شرعي فلا أنهينا الأربعين الأول نأخذ راحة أسبوع أسبوعين طبعا في الأربعين الأدي الأولى ستكثر المنامات وتظهر البشارات في الأخذ الأربعين في الأخذ الأربعين في الأخذ الأربعين تغيير حالك في الحياة حتى ستتغيير معك معامل زوجك وأولادك لماذا ب�도 تغيير معكم ستنجدون لنها كانت يملين حيات الأخذ الأخذ الكريم أستمر من أجل أربعين الأخذ الأخذة أربعين ونفعين أربعين أربعين ستنجدون 49 أبعين كل يوم صلع على سيدنا ومولانا رسول الله محمد ستنجدون لنه ستنجدون ألوان 70 ألف يخرجنا الله من الظلمات إلى النور تحل علينا الرحمة تكثر النعمة يوسع الله في القسمة نأتي إلى الأربعين الثالث نحمل فيها سيف المؤمن ما هو سيف المؤمن؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إللس جتة سأور المؤمن حسبنا الله ونعم الوكيل seperti ما الله سبحانه وتعالى menggambarkan cerita itu dengan berasalat berasalat صحابة رضي الله عنه سمسا أوران berkata سدون يا أوران مشير سدون يا أوران مشير وانقلبوا بنعمة من الله ونعم الوكيل ستلاح أنهم سدون يا أوران وانقلبوا بنعمة من الله ونعم الوكيل سبعين ألف مرة ما الذي يحصل؟ لا يبقى عليك لا عين إنس ولا عين جد لا يستطيع أحد أن يفعل لك السحر يدفع الله عن كل معتدي ومؤمن لأنك أسمح وكيلك الله كبيلك الله واحتسبت به أنا أستأذنكم حتى لا يكون كل كلام من غير عمل أن تتوقف لدقيقتين نأتي بحسبنا الله ونعم الوكيل سبعين مرة أستاذ القيامة بنصيده لعلانية دفع الأذى نقض العين دوال النحس رجل من الصدر وجع الرأس ألام الجسد الله سبحانه وتعالى يجعلنا الآن في حرزه مستعدين كلنا بصوت واحد وقلب واحد نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى على ما علمنا سيدنا رسول الله للسند المتصل إليه الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نأتي بالباقيات الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذه الأعظم الأذكار هذه فيها التنزيل وفيها الشكر وفيها التعظيم وفيها التسليم بشارب لكل خير دافع لكل شر وضير الأربعين الخامسة هذه نأتي فيها بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهذه ما شاء الله تملأ الميزان وهي من أعظم الأذكار لقد كان السادة العلويين يقولون ثلاثة أوراد لا يفردون فيها في اليوم بعد سنة الفجر قبل الفريضة مئة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله ومئة مرة بعد ظهر لا إله إلا الله الملك الحق المبين وعند النوم التسليح الفاتمين سبحان الله ثلاثة 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 الله أكبر أربعة ثلاثة 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 ث وقت الإنسان طاقة هكذا ستة أربعينيات ثم تأتي عندنا السابعة وفي هذه السابعة يدعو بأسماء الله عز وجل تختار منها اسمين كان الإمام النووي وهو يتتبع سورة البقرة وآل عمران سورة طه بحثا عن الاسم الأعظم يقول هذه الاسم الأعظم يا حيو يا أيو السابعة الأربعين السابعة هكذا نعطناكم برنامج ممكن يمشيك إنسان في تسعة أشهر هذا لنربط الأربعين بالأربعين لما يأخذ راح وستجمان بين كل أربعين واربعين في سنة نرتقي بكم السنة القادمة الخلال هذه السنة يصبح حضوركم في الصلاة أكبر تعظيمكم لله أكبر حياؤكم من الله أكثر والله سبحانه وتعالى يسخر لكم خير الدنيا وخير الله كان هذه من أعظم الوسائل في تحصيل الربانية الامر الثاني وانتم ما شاء الله من مداومين عليه ونرتقي في هذا المجمع المبارك والمؤسسة طيبة بستو مرة بعد مرة د Déيفاء والله العسل وهو جاند الجامري 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 جامري جامري الغد hurdle القران حشر الملاقي يدكرون الله في من عنده يخرج الإنسان يدخل بحال ويكتب هذا المدعوة على هذه المجالس ويسد الاسم مجلس مجلس جالك يمبوك كم يأتكم هنا من الصالحين ما شاء الله كان عندكم من أسبوع هذا الفائت سيد أحمد المالكي من مكة وقبله جاءكم علماء من الحضرموت واليوم جئناكم من الشام بيننا وبين بيت المقدس خمسين كيلومتر كان أول عندنا في عمان يتوضع الإنسان يأتي بالأسل أسل الجمعة أقل من ساعة الآن في سلامبور نمشي كوالا لنبور هكذا بين عمان والقدس بل أقرب أهلنا يصلون الجمعة في بيت المقدس ويرجعون أسل الجمعة في بيت المقدس أسل الجمعة في بيت المقدس مع العمل بما نسمع وقته صادق إلى الله وقته صادق إلى الله وقته صادق إلى الله وقته الله أبوك أحيانا نظر من رجل مبارك تحيي فؤاد كلمة من ولي تحيي الإنسان حيات الأباد برمصافحة تنزل فيها الدنوب لا يعرف الإنسان الخير أي لكن يتعرض بالنفحة وقته في إحياء المناسبة على مدار العام الأمر الثالث في طريق الربانية ممكن تأخذ ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل إمران قل إن كنتم تحبوه فاتبعوني يحدكم الله فالك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن حديث الترمذي من أحيا سنتي فقط أحياه لن في كل أسبوع تحييون سنة هذا الأسبوع محيي سنة جبرى الخاطر يكوف يَدْبِعِ يَعْنَى يَعِنَى ويَدعِ يَعَانَى مُحَمَدِ يَعَا حَق ترغير يَعْنَى يَعْنَذَي divorce يَعَنَى يَعَنَا انnia في السنة الواحدة يصبح الإنسان محمدي ما يمر عليه خمسة سنين عشر سنين إلا وصورته محمدي إلا وحاله نبوي يصبح نبوي في مشيته نبوي في نظرته الناس إذا ترى تكون اللهم صل على سنة الواحد يرون فيه نور النساء سنة الدلالة رحسي رسول الله هذا مهم جدا في الباطن قبل الظارة في السريرة قبل العلانية والله يتجلى بالمحبة يلبسك تاج المحبة يصبح عندك قلادة المحبة يعطيك الله لباس المحبة يصبح الذي يشم رائحتك من الملائكة يشم المحبة يصبح صوتك صوت محبوب ما أجملها من حياة أن يكون هذا العبد محبوب الله يقول في الحديث الكرسي حتى إذا أحببته الله يقول في الحديث الكرسي وما تردد في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته لا يحبظ الله روح من يحب إلا بعد أن يستوفي حظه من الدنيا يقول أن الله سبحانه وتعالى هذا المؤمن لا يخاف من الموت لأنه يعلم أن الموت وساعة لقاء المحب الموت أشبه برئة الترانسية لنتهي إلى عالم أوسع عالم أكبر عالم أجمل عالم باقي المؤمن لا يخاف من الموت علامة الإيمان لأن المؤمن يشتاء لقاء الله لكنه يحبب الله إليه البقاء في الدنيا ليترقى في المقامات أكبر أن الله سبحانه وتعالى ويجعلنا ويجعلنا وإياكم من الربانين الذين هم ورقة أنبياء أو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك فرقنا والأمريكا ويدفع في هذه المؤسسة والقائمين عليها والأستاذ فضي والإخوة الكرام طاقم الإدارة والعمل أنت ماي بردر آمين وفاهمين عليه والشيخ عبد الله نحن شكره هو شكر خاص خصوص شكر لأنني أذكر أول مرة جئت إلى ماليزيا ثاني مرة ثاني مرة جئت إلى ماليزيا في رحلة دعوية بعد مدة كانت كانت جزاه الله خير هو من رتب لنا هذه البرامج والزيارات فهذا كله في صحيفته بعدها آمين وأشكر كذلك في هذه الساعة المباركة إخواننا الذين قدموا معنا في بردن وقد تحضر مجموعة في المرة الماضية كلهم يبلغون أكون السلام وقد ترجعوا هناك وهم يكلمون الناس عما رعو في هذه المؤسسة من جهود مباركة لخدمة الدعوة فهذا يبدأ ترجع دعوة في هذه السنة الله يبارك لنا ولكم في هذه الساعة ويسي خير كل من كان سبب في هذا اللقاء وهذا المجلس اللهم يمن رفق أهل الخير للخير وفقنا للخير وأعنا عليه واجعل هذه الساعة ساعة في مرضاته وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا مولانا محمد سر الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة